اشتركوا في القناة ومن جانب الحكومة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومن جانب مجلس الشورى سعادة سيد جمال محمد فخر والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى كما وفي بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب همية مواصلة الاجتماعات الثنائية والتي تأتي ضمن الاهتمام المشترك والتعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية ودعم ومتابعة سمو بولي العهد رئيس مجلس الوزراء والعمل من أجل خدمة المصالح العليا للوطن ومصلحة المواطنين معربا معالي عن تقديره لسعادة وزير الخارجية لإطلاع أعضاء السلطة التشريعية على مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الدولية والتباحث في الأمور الحيوية المتعلقة بالشؤون الخارجية للمملكة مشيرا معاليه لأن التنسيق المتواصل والتكامل المشترك بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية من شأنه تحقيق الأهداف النبيلة للسياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين مشيدا معاليه بموقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من جانبه أكد سعادة وزير الخارجية أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تستند على الرؤى السديدة والتوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سموب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقال إن السياسة الخارجية للمملكة تنتهج الاعتدال والابتزان والمرون وتعمل لخدمة المصالح العليا للوطني والمواطنين وتسعى إلى تكريس مبادئ السلم والتسامح والتعايش والإخاء الإنساني وتعزيز التعاون الدولي وقال وزير الخارجية إن موقف مملكة البحرين مما يجري في قطاع غزة مبدئي وثابت فالبحرين دعت وتدعو إلى وقف الحرب المدمرة في القطاع وحماية المدنيين وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين في القطاع وهي ترفض رفضا تاما تهجير شعب غزة من أراضيه وتؤكد على ضرورة فتح آفاق للعملية السلمية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية وأكد وزير الخارجية أن موقف مملكة البحرين من التوتر الدائري في البحر الأحمر واضح ومعلن فالبحرين ترفض تهديد حرية الملاحة الدولية لأن مثل هذه الممارسات تخالف القوانين الدولية كما أنها تضر بمصالح دول وشعوب العالم وتهدد المصالح العالمية وإمدادات الغذاء والطاقة وأمن المنطقة واستقرارها وقال إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية تكريس الجهد الدولي لحماية التجارة العالمية وخطوط الشحن الدولي ومصالح دول العالم كافة في هذه المنطقة الحيوية من جانبه أشاد سعادة السيد جمال محمد فخر والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى بالثوابت الوطنية الراسخة والمساعي المتواصلة التي تبدلها مملكة البحرين لبناء الشراكات الدولية والسير وفق نهج دبلوماسي الرصين ومتزن بما يعكس الرؤية الملكية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ويترجم الجهود الحثيثة والمثمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وثمن فخر المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه مختلف القضايا والتحديات الدولية ترجمة نانسي قنقر